بيتكلم فين؟ مطلعش في مؤتمر صحفي داخل الرئاسة وبيقول يا جماعة الموضوع ده فيه افتتاح صرح جديد غير مسبوك هو الاكبر فيه القارة الافريقية ومنطقة شرق الاوسط لانتاج الوثائق المؤمنة ده بناء غير تقليدي في مشروع الدولة الرقمية او مصر الرقمية لسه لم يفصله عن افتتاح ومرور على موسم الحصاد في مستقبل مصر الزراعي والرئيس بيتكلم اثناء ازمة سد النهضة والمية وغيره بيقول المية دي جايبينها منين عشان العالم كله يعرف مهم جدا العالم كله يعرف طب انتو يا عمي فين بتزرعوا مليون فدان ودلتة جديدة وانتو بتقولوا ما عندناش مية وبتقولوا خايفين على المية المية دي المية من الصرف الزراعي والصرف الصحي والصرف الصناعي بيعاد فلترتها بمليارات علشان خاطر ما ضيعش نقطة مية واحدة استشعرم مني باهمية المية استشعرم مني انه انا دولة شحيحة المياه ان انا عندي فقر مائي داخل على فقر مائي شديد جدا بحاول اقرأ المستقبل انا من الدول الاولى في المنطقة والقرية افريقية اللي عندها امتياز تاخد امتياز في الاستخدامات الاقتصادية للمياه فبالتالي انا ده بدي رسالة للعالم بقول لهم اهو انا لا اهدد نقطة مية واحدة ولذلك انا بحافظ لان عندي مية مليون وغير عندي ستة مليون من اللاجئين الموجودين في مصر يعني عندي مية وستة مليون او مية وسبعة مليون بيشربوا من مكان واحد احنا بنقول انه ما يجري الان من محاولات لتضميد الجراح ومحاولة لم الشامل ومحاولة نزع فتيل الازمة ليس لمصلحة مصر والمصريين فقط وانما لمصلحة المنطقة والعالم ومنها القرى الاوروبية وانا قلت هذا الكلام وبعيد وتاني رغم الانتقارات الحد الا اني بقول تاني لو الشعب المصري وانا اسف ان شاء الله لا يقدر الله ان يحدث هذا او الشعب السوداني ادعو الله ان لا يحدث هذا تعرض لجفاف وتعرض لبوار وتعرض لتشريد هيروح فين؟ هيروح فين؟ هاترق الابواب الاوروبية وانا بقول تاني بحذر تاني بقول اي محاولة لامساك العصر من المنتصف واي محاولة لتسويف او تأجيل الحل اي محاولة لعبث في هذه المنطقة الجميع سيدفعون ثمنا باهضا ثمنا غاليا ربما تضيع فيه دول وتتلاشع واصم ده كلام بقوله احنا اريين الصورة واريين المشهد واريين التاريخ وبقول تاني الجرافية هي اللي بتحكم ومصر طول عمرها الجرافية كانت دائما بجانب التاريخ لبقاء الدولة المصرية على هذا الطريق فبقولي شعب المصري من حقك ان تقلق لكن انا بقولك القلق الاجابي القلق الحذر لكن ثق تماما في من يدير الامور واحسن الضم ترجمة نانسي قنقر